في عصرنا هذا لقد قام الأعلام المصري بنقل الحقائق والأخبار بطريقة أكثر سلبيا على المجتمع مما أدى الجمهور للسخرية منه كم كانت الشياء؟ بقولك ألف شكرا بسي ربنا يا خليك يا أستاذ وإلى الله فيفي عبدو ورحلة سياحية جمالية في الغرداء وتنشيط السياحة ومعنا أوسكر يلا يا أوسكر فصح لنا فيفي أنا عايز أقولك الجو وأنا أفوه كده عالي رائع والشمس رائعة أنت هتنزلني بالمية يا لهوي هتنزلني بالمية يا لهوي أمعرفش أهم يا جماعة دامك عن أن الأغنياء يدفعوا لأبنائيهم مقابل عدم التجنيد كل الصحفين عايزين يتضمنوا ويشهدوا أن كنت هذا الكلام أمعين ماشي إيه بسا سابتش دهو جاهد نحل المشكلة ولا جاهد نصعد مشاكل إحنا عايزين نسمو بمصر تبقعد أنت ماشي المجتمع كلها ده كثرة عايزين نحل مشاكل مصر الدكتور جاهد نصار رئيس بابعة القاهرة من حوالي سنتين كده مرة كنت متكلم معها فقلي بص أنا مشاكلة أتكلم سألوك إيه دكتور موضوعي عبدالله التغير في موقع ما حصل ليه شوف بسا يعني بسا يا الله شد شكرا دكتور شكرا وعايز تخش الحمام أنت خلاص يعني ما ربنا سألوك بتلاقي الحمام من بعيد كده بتجرع الحمام أول ما تخش بتلاقي المية تقريبا نص متر في أو أهل من نص متر في الأرضية بتاعت الحمام هتشل هيدومة كلها ترفع 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 في البنطلون اللي انت ترفع يا عم ارفع لاية يا سيدي أص المية طبعا المية قبرات المية اللي موجودة في الأرضية أيه اللي يهدف إلى حماية الصناério الوطنية اللي انت خدته طيب ما Ling get asked le الغاء القرار اللي انت خدته طيب أنت خدت القرار ليه أصلا اللهم أنت ما خدته ليه أمش أب الأول خدته ليه خدته ليه خدته ليه سهل وبسيط ومغزي ولذيذ لذيذ حضرتك تتجوز واحد بيحبك أكتر ما أنت بتحبيه وأنا تتجوز واحد بتحبيه أكتر ما بيحبك اللي هي الست اللي تجوزت واحد هو بيحبها أكتر ما أنت بتحبيه وأنا بتحبه أكتر ما هي بتحبيه وثابت واحدة عندما تجوزت واحد بيحبها أكتر ما هي بتحبيه اللي هي الست اللي بتحبها أكتر ما هي بتحبيه وبيحبها أكتر ما هي بتحبيه هي بتحبه أكتر ما هي بيحبها الحكومة طول عمر في تاريخ الشعب المصري عليها رقابة رقابة برلمانية الحكومة هي التي تراكب البرلمان الآن وليس العكس البرلمان لا يراكب الحكومة دكتور محمد دكتور مدراري ولا دكتور الراسلية ده ده يا أخي طيب بس سبني أكمل ما دفعش تخلص سبني بقى أتكلم